السلام عليكم مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نقاش النقابي نستضيف في هذه الحلقة السعب الهادي الزاهدي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظف الجماعات الترابية والتدبير المفوض بجهة ضربة أستاذ أهلا وسهلا بك شكرا شكرا مرحبا السيزاهدي مؤخرا القطاعة على الجماعات المحلية يعيش واحد على صفيح ساخن يعني اعطينا اعطينا الصورة رسمنا واحد الصورة على الوضع العام بقطاع الجماعات الترابية وقطاع الجماعات الترابية يعتبر من القطاعات الحيوية وكي ناظرا للدول الأساسي اللي كي لعبوه وكي سهر على الخدمات اللي كي قدمها سواء المرتفقين أو على المشاريع والتنمية الجماعية وكي من خلال تتبع والمراقبة من نجاح المشاريع الترابية على مستوى كل جماعة جماعة وعلى مستوى الجهة بدائر كي من تسمى النموذج الجاوي وكذلك نظرا الدورو في كي عيشها بعدك يعيش واحد دورو في كبيرة بزاف من مثلا محاربة العمل النقابي من طرف بعض رؤساء الجماعات الترابية وكذلك يعتبروا العمل النقابي وعدو لهم أو شريك دهم بالعكس هو الشريك الأساسي من أجل التنمية من أجل تأثير العمال من أجل الدفاع سواء تقديم خدمات للمرتفقين في كل جماعة جامعة وكذلك من أجل الحوارات وتفاوض على الميرث المطلابي الخاص بكل مضافات ومضافي الجماعة الترابية على المستوى الوطني الجماعات يتعيشون في قوية أكثر الجماعات الترابية مصنفين في السلام السستة وحتى أدن الأراضيهم هو 3500 درهم فهذا 3500 درهم نظراً للأسعار ونظراً للدروف المعيشية ما تقدرش يواكفو للمسائل ديرهم ولهذا كنت طالبوا لأننا خلقتوا واحد احتيقان واحد احتيقان كبير بزاف داخل القطاع دي الشغيلة القطاع دي الجماعات الترابية اللي احنا كجامعة كنا ندروا اجتماعات على المستوى المجالس الوطنية والجنة الإدارية وقدرنا واحد مذكرة مطلبية من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للمضافي ولشغيلة القطاع الحيوي للجماعات الترابية نعم هو قطاع حيوي غير أنه رغم أهميته وكيشغل واحد شريحة واسعة تقريباً أكثر من تسعين ألف مضاف ومضافة غير أنه ما كيلقاش واحد كيف تنقوله أنه الأبواب بتاع الحوار ما فتوحاش هذا حسب ما تقولونه وحسب الواقع اللي تتعيش شنو المشكل وشنو المشكل فيكم انتوما أو المشكل في الجهات اللي تتحوروا معها شنو فين كن المولد خلال احنا كجامعة وطنية لمدة في الجامعة الترابية والتدبير مفوض الاتحاد المغربي الشغل منشي من هوة الإضراب أولا ومنشي من هوة الاحتجاجات احنا صلكنا مسالك المرسلات من أجل فتح حوار جاد ومسؤول حول المذكرة المطلبية اللي تم تحيين ديالها اللي تضم تقريبا واحد وثلاثين مطلب لجميع الهايكيل والفئة الجامعة الترابية ورغم المرسلات ومكاتبات الوزارة الداخلية لتفتح حوار حول المذكرة المطلبية وكذلك كانت مراسلة الأخر الأمين العام لدعم حقوق العادلة والمسروعة للمدفع الجماعية من أجل استئناف الحوار على الضوء المذكرة الأرضية المذكرة والسيناولوجيا للحوار أولا كانت ملاحظة في الحوار القطاعي المتوقف ومتوقف كان حوار من مارس توقف الحوار ولكن كانت ملاحظة عام كجامعة ونحن نحن نحن ملاحظة لأول وغياب وزير الداخلية ومنذ سنوات في الحوار فهو يعطي التفويد للمدير العام للجامعات الترابية وليس يستطيع على المساعد للمساعدة للمساعدة برمجة زمانية وحقيقية واستجابة لكي تكون الحقوق العادية ومشروعة للمدفة الموظفين كذلك لم تحترم فيها النقابات الأكثر تمتيلية فالتمتيل النقابات تحترم على غرار الحوار الاجتماعي المركزي أو القطاعات الأخرى في الوظيفة العمومية إلا الجامعة الترابية يحضرون جميع النقابات رغم ما عندهم تمتيلية لكي يكونوا حاضرين لهذا الحوار ولكن قاعد هذا يفرغ الأكثر تمتيلية من المحتوى القيمة الانتخابات الليجان التونائية لما تحترم التمتيلية داخل الحوار القطاع ولكن تنفتح حوارنا مع جميع النقابات التي يكون تمتيلية وما تنفتح في الليجان التونائية وكذا سيكون جيدا كمؤسسة تنفتح الحوار مع الجبيع نقطة إيجابية بالنسبة للطرف لآخر وما تنفتح انتخاب الليجان التونائية تتعبر على النقابة اللي أكثر تمتيلية كجامعة اللي حصلنا على 1122 عضو الليجان التونائية مساوية الأعضاء النقابة اللي تابعنا من الثانية حصلت على 470 إذن واحد الفرق دي لتنمية مقعد لكن واحد الفرق بين النقابة اللولة والثانية والثالثة وكل ما واصلش للعاتبة لكي تكون في الحوار نحن نتابع غير المسائل القانون اللي أدبيات لأطار اللي أكثر تمتيلية داخل المشهد النقابي المستوى الوطني نعم في إطار التمتيلية وفي إطار المشهد النقابي الملاحظ أن النقابات في القطاع مشتة ولم يكن لدينا تنسيق بناتكم لأن هذا تنسيق ربما يجعل الطرف الآخر يتحور معه يبرك معه تنسيق يتمثل الجميع وربما أن هذا التشتر النقابي يؤدي لنا إلى وجود ولا ظهور تنسيقيات كما ظهرت في قطاع أخرى تعليم وكذا واش تشتت النقابي سبب في المشكين التي تتعيش من نعم أتشأل معك تشتت النقابي وماشي أضرار دياله أكثر من النتائج دياله باش كون واضحين والمطالب ديال السلبية أكثر من الإيجابية دياله واش أتحاد مغرب الشغل وجميع البلاغات ديالنا وجميع البيانات ديالنا نجعل نقطة نشير بها جميع القوى وجميع الفرق الاجتماعيين لتجعل تنسيقية وإن نسمي واحدة نقابية في إطار الدفاع عن الحقوق الأساسية والشغلة للجامعات الترابية نعم حاليا سطرت برنامج نضالي مجموعة من الإضرابات ستختتموها بالإضرابات تلاتين وواحد وثلاثين في هذا الشهر وهي بدأت تقريبا من أكتوبر ودوجنبير وكذا يعني مجموعة من الإضرابات خطة الجامعة هذه الإضرابات عندما تشوفوها سوف يدفو صيق لبعض كيف يصير غير بحل تقليد بدأوا يديروه القطاعات كما خاضوه الناس على التعليم بدأوا القطاعات خورة التحريق الإضراب ليس هو الهدف وهو وسيلة من أجل وصول الهدف والهدف الحقيقي وفتح حوار ومفاوضات حول المذكرة المطلوبية للإضرابات فعلا كانت سلسلة الإضرابات ولكن كانت أدن الصماء لم تتلح حوار اجتبعت أجهزة الجامعة الوطنية واصطرنا فعلا محطات نضالية مستقبلية كانت المحطات 16 17 18 لعرفت النجاح على مستوى الوطني للجامعة الوطنية أو استجابة حقيقية تقريبا 90% على مستوى الوطني 90-95 وكان بعض الجامعة الترابية 100% للأبواب مصدمة مغلقة لم يكن للمساعدين هذا يعبر الاستياء والتدمر الموظفات واستجابة للجامعة والإيمان بالجامعة الوطنية التي عمو الموظف بالجامعة المحلية الاتحاد مرشود كذلك لدينا واحد العارضة إلكترونية استنكارية حول اقتطاعات غير قانونية وكذلك عدم فتح حوار جاد ومسؤول مع الجامعة الوطنية لموظفية الجامعة الترابية ونظمنا ندواء صحفية الجمعة نهار 12 التي حضرت فيها من خلال المنبر نشكره للمنبر الصحفية التي حضرت صوت للشغيل للجهات المسؤولة التي كانت ندواء صحفية حول الأوضاع الاجتماعية والمادية والمسائل والأفاق المستقبلية الجامعة النضالية وكذلك لدينا إدراء يوم 30 31 وفتح فبراير مصحوب بوقفة احتجاجية يوم 31 يناير أمام قبة البرنامان بالرباط لازم ما فهمت هو أنه صعيد احتجاجي وش عنده علاقة بما يروج في الساحة التعليمية أم أنه مفروض بناء على الأوضاع التي تعيش هذه جمعة يعني لم يكن غير الغير 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 على الحكومة في إطار هذه موجة على الضغط لكينا دوود اللي بايت نحن كجامعة ما نش معك على الوضع الاجتماعي في المذكرة المذكرة المطلبية كانت محاربة العمل النقابي كانت تسوية وضعية حامل الشواهيد لم تسوى وضعية جاملة بدون قيد أو شرط ومعطار رجعي ماد مالي كذلك الإخوان التقنيين لم تسوى الموضعين قبل 2006 وكانت تقنيين دوي الأحكام لا يعقل تقني الجامعة ترفع دعوة بموظف لإقدار الخدمات 30 40 عام وكذلك في الأخير عيوات فقط الجازية والمسعيل كذلك ترفع دعوة باش يرد الأموال والمسعيل والترقية دياله كذلك عدنا الترقية اللي كنطالبو بها بلش يكون بعدها رفع الحدف ديال الكوطاع والامتحانات الشفاهية اللي كنغير في الجامعة الترابية وكذلك التقليص من عدد السنوات ديال الترقية ومجموعة ومؤسسة العمل يعني كنا مطالب ديال مؤسسة الاجتماعية لدينا موقف كالتحاد المغرب الشغل لا أحترم فيها التمتيلية الأكثر تمتيلية في القياة عادة وفي النهاية تطنيق كانت الأموال ديالها لا يعقل نقابة حصلت على واحد العدد كبير ديال وفي الكوطة ديالها خاصة تكون نسبة للعدد الليجنتونية تكون على مستوى الكوطة ديالها للمستوى الليجنتونية الحصلت كيقارنا مع نقابات حال بحال ودالوا المسائل ديالهم وامور ديالهم احنا رفضنا التمتيل داخلها نظر الموقف ديالنا واحترام القانون المكن احترام قانون الأدبي ديال اللي كتمتيل الأكثر تمتيل داخل المشهد النقابي نعم سيبلادي كسؤال الأخير هو اشن افاقكم النضالية المستقبلية يعني كيف تشوفوا الوضع القطاع في ظل هد الحركي اللي كيش والصراحة احنا كجامعة وطنية لمدة في الجامعة الترابية التدبي والمفاوض تحد المغرب شول احنا الحوار والتفاوض هو اسماء اللي عندنا هو المبدأ الأساسي هو اللي نعطى اللي من أجل الحوار يكون حوار جاد ومسؤول احنا الاختجاج والإضرابات مسعيل ما إلا هو وسيلة وصل الهدف والحوار دينا احنا بغينا غير حوار حوار حول المذكرة والمطالب ما ما من الهوات لتشيء احنا بغينا حوار يكون حوار جاد ومسؤول ووسيئنا اللي كان موضوعاتي اللي كانت موضوعاتي باش نوصل الهدف دينا وفي إطار العمل التشاركي وفي إطار العمل بصالح الموضفات وموضفين للجماعات الترابية سعب لهادي الزاهدي الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لجماعات الترابية والتدبيع المفاول بجد دالبي دستان شكرا جزيلا شكرا مشاهدين الكرام إلى اللقاء في حلقة قادمة من نقاش نقابي